التعبير عن المشاعر وأهميته في نفسنا ونفوس أولادنا ده كلامنا النهاردة إن شاء الله مع الدكتور ميطحة عبدالهادي استشاري العلاقات الأسرية والزوجية وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم دكتور ميطحة أهلا بيكم نورني أهلا بيكم أهلا بيكم يعني يمكن موضوع مهم واللي جاب لنا فكرة الموضوع كانت مكالمة في الحلقة اللي فاتت ولكن حضرتك سمعت القصة اللي أنا قلتها في البداية والمكالمة دي كمان جابت لي والمكالمة دي جابت لك كلام كتير ناس كتير جدا علاقت عليها وناس كتير كانت قراءها الحقيقة مختلفة إنه لأ ما كانش الرد سليم يعني خلينا نفكر برضو للسادة المشاهدين بالمكالمة كانت مكالمة بنت بتشتكي وإن هي عمرها ما حست بالعاطفة ناحية والدها لأنه طول عمره كان قاسي عليها جدا وإن هي ما هيش قادرة يعني تتعامل معي ولا قادرة أنها تبقى توده لأنه من جواها مش فاكرة له أي حاجة ممكن تكون كويسة وكان عنوان حلقة اسمع الرحمة بالأباء والأبناء فكانت العنوان الحلقة كان كده وهما لازم يفهموا إن الحلقة 40 دقيقة فإحنا مركزين في الحلقة لا وحضرتك ردت يعني هو رد منطقي والموبز والرد اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه إنهما مهما عملوا فينا مهما كانت أسويتهم علينا مهما شفنا معهم أيام صابة مهما كانوا ما بيصرفوش فهما في الأول وفي الآخر أب و أم إحنا علينا دورنا اليوم البر بس أنا عايزة كنت أعزة أشرح لها حاجة وأشرح للناس برضو حاجة أنت نهاردة تشكي لحظة واحدة إن البنت دي كان عندها إحساس عكسية بالجلد أو بالزمد داخلية ما أظهرتهاش هي في المكالمة قالت جملة كده يعني هو أنا كده غلط هو أنا كده يعني لو كان شيخ قاعد يعني يا شيخ كده أنا أخش الجنة ولا ربنا هبقى زعلان مني ففيه ده بقى بنسميه الشعور المكبوط أنا بقى قلت إيه أعمل لتنين في واحد يعني هي أحللها مشكلتها بأن أنا أقولها أنا عارف إن الزنب اللي جواكي وعارف إن كنتي آه بتعاني منه وعارف إن كنتي زعلان منه وأخذ على خطرك منه بس في نفس الوقت عارف أن ده أبوكي آه طبعا وجواي أحساس إن فيه دور هي ما مش قادرة تقوم به بالزبط مش معنى كده إن أنا بنكر حسيسك الوحشة إنك عانيتي إنك تعبتي بس في نفس الوقت إحنا لنا النهاية النهاية بتاعتنا إن أنا عايزة أعيش في علاقة سوية مع أبوي مش بقى أمين غلطان أكتر فأنا قلت له أخشي بالجنب بس كان ده الترخيص يعني قصة النهاردة نعم هل البنت كان لها دور في السنين الطويلة اللي هي استحملت فيها وكتمت المشاعر جواها إنها تسأل أبوها سؤال سألته سؤال مهم جدا قلت له إنت ليه بتكرهني بس كان بعد سنين طويلة جدا جواها السؤال ده أكيد جواها كان بيتكرر مع كل موقف كان بيحصل بينها وبينه وأنا قاعد برة بس معك هعمل يا رب تسألوني يا رب تسألني السؤال ده لأنه هو ده أساس الموضوع إحنا كان ممكن نركض على دور الأب وإزاي ده أب وحش وإزاي إنه هو مفروض يا جماعة لا خلي بالكم أنتم بتربوا الأولاد علموهم يطلعوا مشاعر لكن في نفس الوقت أنا عايزة أسأل البنت أنت استحملت كل ده ليه أول ما أنا كاشتيه طلع أيها أيها هيا لتكلمة واحدة هل تكرهني معه علم العلاقات أو علاقة بين اتنين تنشأ بين اتنين لما نركز على طرف واحد بنظلم العلاقة لأن فيه طرف تاني احنا مش عارفين الدماغه فيها إيه صح أو لا طبعا فهي بالتالي كانت قدرت كانت تقطع شوط طويل قوي لو كانت من زمان راح ترمت نفسها في حضنه وأنت بابا ليه مدى لا اعتنيش النهاردة وأنت بابا ليه بتقومني من نوم وأنا عايز أنام شوية وأنت مش بتحبني تنكشه فاحنا دائما بنقول في العلاقات فيه حد لازم ينكش لو التاني مدى وحش لو التاني عنده عقد كأننا بننور كده ضوء أنه فيه حاجة احنا مفتقدينها فيه حاجة احنا محتاجينها أي علاقة فيها ثلاث كتل الكتلة الأولينية العقل الكتلة التانية اللي هي المشاعر والعاطفة الكتلة التالتة اللي هو التصرف أو السلوك اللي بنشوفه السلوك ما بنبقاش عارفين اللي جوه إيه لا من الفكر ولا من مشاعر ما بنشعر فيه حبنشوف الشعور الظاهر الشعور الظاهر أنه هو هفز قومي هاتيني ماء لا طبما أنت صحيح ما تقوم تجيب ده اللي بيدور في عقل البنت فبالتالي هنا هي شافت إيه شافت أسوأ السيء اللي هو أسوأ وبالتالي هنا لو أنا عايز أعرف هقول له يا عم تبتقسى علي صح ولا مش أنا معايا طرف تاني هو وأنا عم نضرب أخماس فأس داس يا ربي هو بيحبنيش يا ربي هو كرهني فكانت لازم تيجي تقول له إيه وده الطبيعي اللي بنتعلمه البعض يعني لو جوزك دارب بوز منك وبتكلم تيش يا عم تعال وأنت زعلم مني في حاجة لا مفيش حاجة لا قول لي بس السيطة متغير يبقى أنا بنكوشه عشان أعمله إيه أجرأه إنه هو يخرج ما بداخله لأنه هو عنده مخاوف لو خرج اللي جواه هتبقى مشكلة